اهلا اهلا يا حلوين عاملين ايه حلوين كويسين بصراحة الفيديو النهاردة ملوش علاقة باي حاجة في القناة غير ان هو اه حاجة عدت علي شفتها ظاهرة جديدة او مش ظاهرة حنقول ان هي ترند جديد طالع في التيك توك وطالع على مواقع التواصل الاجتماعي عمال ينتشر بشدة فظيعة بصراحة لقت جدا على على الولاد الصغيرين لان هما مش يعني انا بصراحة مش عارفة ممكن ايه الخطر اللي ممكن يتعرضوله لكن دي خرافات ولازم يعني نخلي بالنا ولادنا بيتفرجوا على ايه وبيشوفوا ايه وبيعملوا ايه خاصة ان الموضوع عمال ينتشر بطريقة رهيبة الحكاية كلها ان في اه ناس بعض الناس او بعض الاكاونتات بتتكلم على رقم معين الرقم ده هو اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة الرقم ده الناس بتكتبه على ايدها مكان كده الساعة او مكان ما بدلبس الغواشة بيقولوا ان ان لو كتبنا الرقم ده على ايدنا في المكان ده قبل من نام لو دخلنا في حلم ممكن نفضل في الحلم ده ما نخرجش منه للابد او يعني نفضل محبوسين جوه الحلم ده وكمان فيه ناس بتقول ان هو لو اه يعني لو موتنا جوه الحلم يبقى ممكن نموت في الحقيقة بصراحة كلامة لغبط حتى كلام اللي بيتقال كلام مش منطقي وكلام لغبط يعني اين عيش او نتحبس في الحلم الى الابد ازاي طب ما احنا حنصحى من النوم اه ويعني اين عيش في عالم موازي يعني بصراحة كلامة لغبط ولكن فيه برضو اكاونتات كتير على التيك توك او على مواقع التواصل الاجتماعي جربت تعمل الرقم ده جربوا يكتبوه وقالوا ان رقم ده ملوش اي فايدة وملوش اي قيمة وما فيش حاجة من الكلام ده في الوقت نفسه في مواقع تانية بتؤكد اه ان الرقم ده لي قيمة وان الرقم ده فعلا بيدخلنا في في عالم موازي وبيخلينا جوه الحلم بتاعنا وبيخلينا نشوف حاجات مش ممكن نشوفها لو ما كتبناش الرقم ده ففيه ناس كتير بتجرب التجربة دي آآ مجرد اصلا ان اطفالنا تمشي وراء الخرافات دي دي حاجة في حد ذاتها آآ غلط جدا فارجوكو خلوا بالكو آآ من ولادكو بيتفرجوا على ايه وبيعملوا ايه وحاولوا ان انتو تفهموهم وتآ يعني تخلوهم يبقوا معارفين اكتر آآ يعني ايه اساس الموضوع ده وما يمشوش وراء اي حاجة يسمعوها الاخطر حاجة في الموضوع ده ان ما يجربوش اي حاجة على نفسهم سيان هي حقيقي او مش حقيقي لان ساعات الولاد ما بيقوش مدركين اوي خطورة الحاجة اللي بيجربوها فلازم يعني فرصة كويسة ان انا يعني انا لقيتها انها فرصة كويسة ان ان نطرح الموضوع ده علشان الاهالي تتكلم مع ولادها او حتى الاخوات الكبار يتكلموا مع اخواتهم صغيرين ان مش اي حاجة قابلة للتجربة يعني زي ايه مسلا زي انا مش محتاجة ان انا ارمي نفسي من البلكونة او من الشباك عشان اجرب اشوف حتكسر ولا لأ بمخينا كده احنا عارفين ان اي حد حيقع من مكان عالي حيقع يتكسر او يتفشش مش بحتاجة برضو ان انا امسك كباية معنى دي تجربة قابلة للتجربة ان انا امسك كباية واسبها من ايدي هتقى هتكسر بالذات لو هي كباية ازاز لكن لو كباية بلاستيك مش هتقى بس مش محتاجة اجرب ده على نفسي يعني في حاجات قابلة ان احنا نجربها زي الكباية ممكن اجرب ونشوف هتكسر ولا لأ لكن انا مش محتاجة ان انا اجربة على نفسي اه لو انا بالذات مش عارفة ابعاد التجربة دي وايه نتيجها بالذات اه ومش برضو كمان مهم جدا ان احنا نعرف ولادنا ان احنا مش اي حاجة نسمحها من اي حد بالذات لو مصدر مش موصوك منه وناخدها نجربها او ناخدها على انها حقيقة او نبقى متأكدين ان الكلام ده صح طيب اه في بعض المواقع بتقول ان في اه دكشنري او قموس اه اسمه دكشنري القموس ده عبارة عن قموس اونلاين اه معمول للكلمات الدرجة او الكلمات الاجتماعية او الكلمات الدرجة في المجتمع يعني زي مثلا ما احنا عندنا بنقول مثلا اه اللي هو الكلام اللي هو يعني مش الكلام اللغة العربية الفصحة او حتى الكلام العامي لا الكلام اللي هو بيبقى شوية كلام اه شعبي او كلام اه الكلمات اللي بتطلع زي الموضة يعني اه زي مثلا ما نقول ايه اه مش مش بصراحة مش قادر افتكر كلام ده عشان انا ما باستخدموش في حياتي العادية اه بس مثلا يعني هحاول افتكر لكم حاجة اقولها لكم بس يعني قصدي الكلام اللي هو بتاع الشباب السغنان اللي هو الكلام اللي عادة الاهالي ما بتستخدموش فالقموس ده معمولة عشان كده بس بيقولوا ان الرقم ده لما بتحط الرقم ده في القموس ده بيطلع لك انه ده اه معناه انه رقم ملعون او رقم الشر او رقم الشيطان اه هحاول اجيب لكم او اعرض لكم الكلام اللي مكتوب في القموس بالزبط عن الرقم ده عشان تبقوا عارفين ان هي كلمات يعني بياخدوا لدنا في حتة غريبة جدا هحط لكم دلوقتي الكلام اللي مكتوب في القموس ده وممكن اسيب لكم لو حبين ان انتوا لو اي حد يعني عايز اللينك بتاع القموس ده اه ممكن ان انا اه اه يعني اكتبوا لي في القومنتات وانا احطه لكم اه عشان تعرفوا بالزبط اه ايه اللي بيتقالي يعني او عشان تتجربوا التجربة بنفسكم مش تجربوا ان انتوا تكتبوا على ديكو لا اه ان انتوا تجربوا تدوروا في القموس ده الا اه اللي مكتوب عن الرقم ده اه حاولوا ان انتوا تتكلموا مع ولادكو حاولوا ان انتوا تبقوا ولادكم اصحابكم بالمناسبة دي خلوني اتكلم على الحكاية دي انتوا اه ما تعبلوش الولاد ابدا 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 على ان هما اطفال صغيرين ومش فاهمين دي اكتر حاجة بتعمل مشكلة للاطفال او مش بتعمل مشكلة يعني دي بتخلي الطفل يعني اولا بتخليه شخصية دايما بتبقى ما يبقاش يبقى شخصية غير مسؤولة يعني كأنكم بتربوا في الطفل انه يبقى شخصية مش مسؤولة على العكس تماما ان انتو لو كلمتوك انه حد من اصحابكم او حد كبير او يعني ما تقولوش مسلا ده بيبي ده صغنان اوي مش هيفهم الكلام ده لأ انتو حاولوا تبسطوا الكلمات آآ كل ما الطفل يكون صغير حاولوا ان انتو تكلموه بكلمات بسيطة اكتر لكن تقولوا الموضوع كامل صدقوني هو حيفهم هياخد الحاجة اللي حيفهمها والباقي حيفهمه بعدين لكن ده مش معناه ان انتو ما تتكلموش معاهم او تقول لا 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 الموضوع ده كبير عليهم مش هيفهموا لا حيفهموا وده بيخليهم آآ يعني يبقوا مش شخصية يعني شخصياتهم تندق بسرعة وتفهم اكتر وتبقى شخصيات مسؤولة اكتر فأبدا ابدا ما تقولوش لا ده بيبي مش هنتكلم معاهم في المواضيع دي لا كل يعني الاطفال في اي سنة طالما الموضوع مطروح او هما سألوا عنه او اتكلموا فيه او مع اصحابهم او حاسيتوا ان هو موضوع ممكن يوصل لهم لا اتكلموا فيه معاهم حاولوا بس تبسطوا الالاء حاولوا تبسطوا الكلمات الكلام تنقوا كلمات بسيطة آآ يقدروا يفهموها على قد سنهم لكن ما تلاقوش خالص هما حيفهموا حيفهموا على قد مخام وده معناه ان احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده تاني وتالت ورابع كل ما يكبروا محتاجين نتكلم طبعا تحت التمنتاشر سنة بتبقى محتاجين نعيد الموضوع مرة واثنين وتلاتة مش زن ومش ان احنا بنزن يعني ولكن نوجد المناسبة اللي نتكلم فيها في الموضوع عشان نفتحه تاني وتالت ورابع علشان يقدروا يستوعبوه كويس وعشان نتأكد ان هما فهموه الاطفال وهي صغيرة تقوله ايه انا قلت الابني ما ما تعملش ده لانك مثلا يعني طفل مثلا عنده اربع سنين تلاتين انا قلت له ايه بعد عن كوب بيت الشاي دي حتحرقك او حتلسعك لكن هو مصير يروح يا جماعة يقولك ده اه بيعنيت لا اه ما بيعنيتش هو مش فاهم او نسي اه كلنا على فكرة واحنا صغيرين لو جدت اسأل اي حد فينا انتو فاكرين لما كان عندكو تلات سنين او اربع سنين كنتو بتعملوا ايه كلنا نسين الزاكرة ما كانتش مكتملة فالاطفال بتنسى لكن مش بتاعند ولا بتستعبط فما ما 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 نعودش نقول ايه لا ده بيستعبط انا قلت له الموضوع ده اكتر من مرة ونعود نزع بقى ونعمل مشكلة كبيرة لا 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 ما بيستعبطوش هما نسيوا او يعني الموضوع نسيوا نسيوا لان زاكرتهم صغننا لسه ما اكتملتش فبيكونوا نسيوا فبيعملوا الخطأ بيكرروا نفس الخطأ فمحتاجين بس مننا شوية اه يعني شوية صبر عليهم اه وان احنا ناخدهم بالراحة ونعيد الموضوع مرة واتنين وتلاتة التربية جماعة مش سهلة التربية صعبة جدا ومحتاجة خلق ومحتاجة وقت ومحتاجة اعادة ومحتاجة تكرار ومحتاجة ان احنا نبسط لهم الحاجات عشان توصل على قد سنهم فما يعني ما تزهقوش وما تتهموش الاطفال ان هما بيعندوا معاكم ولا تتهموهم ان هما بيستعبطوا ولا ان هما عايزين يستفزوكوا ولا تتعصبوا عليهم ولا تضربوهم ولا تعقبوهم الموضوع ببساطة جدا هم زاكراتهم لسه ما اكتملتش فمحتاجة ان احنا نقول ونعيد نقول ونعيد اه ومن غير ما نزهق ومن غير ما نزعق ومن غير ما نخوفهم اهم حاجة ما تخوفهمش البني ادم الكبير لو خاف مخه بيقف وبيعجز عن التفكير انتو لو خفتوا يعني جربوا كده احساس الخوف الواحد بيبقى يعني مخه بيقف بيجيله زي شلل في التفكير ما بيعوش يعمل ايه مبالك بقى الطفل الصغنة لما بنزعق فيه مرة واحدة ولا نعلي صوتنا ولا نقول له احنا هنعقبك انت ايه اللي عملته ده مش عارف ايه هو بيخاف بيخاف بيبقى مرعوب مش عارف يعمل ايه ومخه بيقف تماما ومعما تقوله بقى ساعتها ببيفهموش حاجة لان هو خوفه بيبقى مسيطر عليه فمبقاش فيه مجل للفهم ولا للتفكير ولا ان هو اصلا يسمع انتو بتقولوا ايه فما تخوفوش ولادكو واخدوهم بالراحة وقرروا معاهم الكلام مرة واتنين وتلاتة ما تتضايقوش ان هما بيقرروا نفس الخطأ آآ ده يعني هما بيبقى عندهم فضول ان هما يجربوا وان هما يشوفوا ويعرفوا آآ الموضوع يعني مش اكتر من كده وبينسوا فمحتاجين ان احنا نقرر لهم الكلام مش اكتر هرجع لكم تاني ان انا عايزة اكتب لكم الكلام اللي مكتوب في القموز ده القموز ده موجود اونلاين اي حد ممكن يخش عليه آآ وتقدروا برضو تشوفوا الفيديوهات موجودة في التيك تاك وموجودة في كل حتة آآ بصراحة في ناس كتير جدا اتكلمت ان هما شخصيا جربوا ان هما يكتبوا على ايدهم الرقم ده وان الرقم ده ملوش اي قيمة لكن في فيديوهات تاني بتؤكد لأ ان انتو لو كتبتوه هتخشوا في علام موازي وهتشوفوا حاجات مش ممكن تشوفوها وهتفضلوا جوال حلم بتاعكم وآآ وحاجات كده يعني انا في رأي ان دي كلها خزعبلات وآآ يعني بتجرجر الولاد لحاجات يمكن بعد كده يعني يمكن تكون دي بداية ان هما يجرجرهم لحاجة اكبر من كده بصراحة مش عارفة ومش عارفة ايه الهدف ان آآ ان يعني يتعامل ترند زي ده فخلوني اعرض لكم الكلام اللي كان مكتوب في آآ آآ في الدكشنري تشوفوا مكتوب في اغنبike تشوفوا مياه تشوفوا advert happily يحفوه تشوفوا easy تشوفوا تشوفوا الكثير اشتركوا في القناة 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 من فوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة